وفي بيت لحم أطلق أطفال مدينة المهدي صرخة ألم وأمل ودعم وإسناد لأبناء شعبنا في غزة حيث أقيمت على بلاط كنيسة المهدي وبحضور الكهنة والمؤسسات والمدارس وألاف الطلبة وقفة لأسرة التربية والتعليم ومدارسها الخاصة والحكومية والمدراء والمعلمين والراهبات وحمل الأطفال خلال الوقفة يافطات لأطفال القطاع ورسالة سلام لطلب السلام والأمن والأمان لهم ولأهليهم هاتفين بأعلى أصواتهم إحنا بدنا الحياة بدنا الحرية بدنا نعيش مرددين بصوت واحد يا رب السلام امنح بلادنا السلام